وصلنا فرح بأول فقراتنا قربنا نحن على الشهر السادس شهر الامتحانات القلق الكبير اللي بصير عند الأهل أكتر من الطالب نفسه بصير في حالة اسمها القلق الامتحاني طبعا يمكن حتى لصغار نحن بنشعر فيهم قد ما كان طفل صغير كأهل طبعا تحسي أنه أنت متوترة أكتر من ابنك هلأ تماما رشاو بستختلف هي الحالة يمكن من طفل لتاني بتختلف من العائلة حسب ما بتعطي يمكن ثقة لأطفالها أو حتى للشباب لكن مرحلتها خلينا نقول الشهادات هي أكتر مرحلة حساسة عند الأهل وعند الأطفال كمان لأنه تعودنا يمكن أنه هي المرحلة هي صعبة الوقت الامتحاني فيها طويل وممكن أقعطي يدخل حالة الملل عند الطالب وغيرك حتى كلمة أنه اليوم أنت شهادتك اليوم هتحدد مصيرك لحالة بتعطيك هاي الفوبيا أنه قد ما كنت تعباني على حالك قد ما كنت دارسي اليوم تحسي أنه أنت مأسرة بكل شيء هذول القصاص خطوات اليوم كيف نحنا ممكن نقدر نتجاوز هاي المرحلة القلق الامتحاني هنروح فيه مع ضيفتنا لليوم الاختصاصية الاجتماعية رندا عليدي بدألك سعد لي سماحي سعد صباحكم صباح الخير رندا ومدتاني واليوم لما نحكي عن القلق الامتحاني فأديه هذا الشيء هو محفور مكان إن كان بذاكرتنا اليوم عم نشوفه بالوسط المحيط خلينا نعرف أول شيء إمتى بيكون هو طبيعي ولازم يكون موجود في حالة من القلق أو حالة من الحسب المسئولية وإمتى بيكون خارج عن السيطرة أو فينا نقول نحنا في حالة من الأوفر كثير أوفرنا بالقلق هو مجرد ما نسمع قلق امتحاني بيصير عنا ألأ هي الفكرة أساساً نحن عنا أنه ينحط الشخص تحت تقييم أو يتسلط عليه الضوء بيه بتقييم معين أو أنا بدي أعرفك أنت شو أمكانياتك نحن هون بيكون غلطنا الأساسي أنه نحن ما منفصل من المراحل العمرية الأولى للطفل أنه تقييمه أو سلوكه أو مهاراته هي منفصلة تماماً عن بناءه النفسي والشخصي ومحبتنا له من هون بيصير هذا صار هذا الموضوع متوارس بين الأجيال تماماً بتكون حتى بالمراحل الأولى نحن منشوف أطفال كتير بتخاف لما بيروح بيكون في عندها تقييم بيبدأت تغير مدرستها أو بيبدأت تنتقل مثلاً من الروضة للابتدائي أو من الابتدائي للإعداد بيكون في تقييم بسيط لتقييم مهارات الطفل أو ينشاف نقط وتوضعفه هي من هاي المراحل اللي الأم هي بتزرعه بقلب طفلة بيصير بيحمله بيحمله معه كل مراحل العمرية فما بالك لما بتكون عن جد هي مرحلة مصيرية وهي مرحلة بين انتقال مثلاً من بيكالوريا لجامعة أنا اخترت مهنتي أنا في بيكون ميولي لشيء معين ولكن تحصيلي العلمي والعلمات اللي أنا ممكن أحصل عليها ممكن توجهني باتجاه مختلف تماماً طبعاً هذا بدي يعمل ألأ و بدي يعمل توتر لكل مو بس للشخص اللي بدي يقوم بالامتحان لكل المحيطين فيه لهيك نحنا ومتل ما ذكرته بيكون دائماً في فرق بين القلق وبين الخوف وبيكون في فرق أكيد بين درجة القلق حسب بنية النفسية وحسب الاستعداد عند الشخص والمحيطين فيه وقدي نحنا دائماً منقول معلش قلق بسيط هو يعتبر مثل لقاح لحتى يؤون نفسية لحتى يكون دائماً شخص مسابر وفي عنده دافع للإنجاز هلأ مثل ما قلتي القلق والخوف اليوم هو شي طبيعي يعني هي بطبيعة كل حدا فينا ولكن أحياناً بيروح لموضوع الفوبيا وبيتفاقم هذا الوضع اليوم الشباب والصبايا حتى الأطفال وقت اللي بيفوتوا بمرحلة القلق الامتحاني بتظهر عليهم مظاهر إن كان جسدية إن كان عاطفية خبرين عن هدو الأصاص اليوم كيف نقدر نحنا نميز أنه هذا الشباب والصبي عندهم هاي المرحلة هلأ من المتعرف عليهم دائماً حالات القلق بدرجات فوق الحد الطبيعي بيترافق مع سلوكيات ومظاهر فيزيولوجية ممكن يصير يعرق ممكن يخاف عندنا كان يشعني بطني أكيد تماماً أو مؤذرة نام أو هم بحس حالي نايم بس مو شبعاً نام بخي عم بيفكر بالأعمار الصغيرة نحنا منشوف موضوع المغص وموضوع الحرارة ما هذه مرتبطة هاي القصة كتب تماماً بالصدق بالصدق إنه في أطفال بيمروا معنا بحالات ألا بيكون عندهم ارتفاع بالحرارة وعندهم أعراض مثل ما زكرته بالمغص أو أشياء بتظهر على جسمهم فعلاً يعني بتشوفي حرارته مرتفعة ولكن هو ما في أي شي هو تماماً بيكون رد فعل هن المرتبطين ببعض النحية النفسية والجسدية بيصيروا حتى أحياناً بتشوفي إذا مرأة بمرحلة معينة كنت مرضانة بمرض معين فبتلاقي نفسيتك بتتعب فهو موضوع دائماً هو حلقة مترابطة مع بعض لهيك نحنا ما بالك نحنا بنكبر إنه أنا مثلاً صار معي مغص بس أنا ما علي عارفة إنه أنا الآن هي بتكون رد فعل الجسم لحالة نفسية أنا عمر فيها هلأ دائماً فيه ألق وارد طبيعي بالعكس مقبول أحياناً هو بيكون تدافع إلنا للإنجاز ولكن مثل ما ذكرته لما بيزيد عن حده وبتصير هالأمور معطلة للإنجاز أو معطلة للحياة اليومية ودائماً نحنا بنقول لهم كيف حسيت إنه هل هو هالفكرة اللي براسك مبررة أو لا ما زال هي مالة مبررة أو ضمن فئته العمرية هي مالة موجودة بشكل كامل فأكيد أنا هون بدي وقف وأخذ إجراءات تانية لحتى أهم نقطة هي الاسترخاء ويكون فيه نشاط حركي لفرغ هذا الألق الموجود خلينا نرجع شوي ريندا وبالوقت لما نحنا من ربي طفلنا من البداية إنه يكون هو واثق من نفسه إنه هو عارف إمكانياته إن كانت إمكانيات كبيرة وإن كانت إمكانيات متواضعة قادر يخود أي امتحان بقوة شخصية وبيثقة قدي هذا الشيء مطلوب بالمراحل العمرية الأولى مبلش معه حتى من عمر صغير ثلاثة سنين وأربعة سنين هاي المراحل الروضة يمكن اللي لسنة هو ما خد امتحان حقيقي حتى لما بيكبر ويفوت على الشهادات فهو فعلا عنده هاي ثقة بالنفس وبالإمكانيات على فكرة نقطة كتير مهمة خصوصي بالمراحل الأولى خصوصي إنه هلأ كتير دارج إنه نحنا من عمر ثلاثة سنين بنعمله تقييم للطفل بورقة أو ألم مثلا إنه رايح أنت بدك تنقل على غير مدرسة فنحنا بنعمل لك تقييم أو سبر مثل ما بيسموه أو بيروح أنا مثلا طفل يمكن ما يكون رايح قبل بمرة روضة أو ما له رايح قبل بمرة فايتع مدرسة فأنا بجي بعطيه بتقييم بأكاديمي وبقيمه أو بعطيه هاي كمعلمة نظرة إنه مثلا يا لطيف مثلا شو ضعيف هاي الأمور كلها بتزعزع سقط الطفل بنفسه وبتلزقه بشخصيته ما بيعود بيقدر بيفسل إنه طيب أوكي أنا مثلا مهاراتي متواضعة ولكن هذا ما دخل ببناء النفسي ما دخله بأنا قديش ممكن أنجز بمناحي تاني أو بمهارات تاني لهيك نحنا دائما أنا بقول لهم كتير صح إنه أنا أعمل تقييم نفسي للطفل أعمل تقييم بسيط لمهاراته ممكن يكون أكيد طفل عمره ثلاث سنين أربع سنين حتى خمس سنين إنه أنا ما بحطه وراء كرسي والطاولة وبعطي وراء ألم وبحطه بهذا الجو الجدي وما بكافؤه بعد مثلا إنه كتير مهم أحيانا بتكون ستيكر صغيرة أو بومبون صغير ممكن أنا أعطيها إنه برافو ولو ما كان مقدم مني أو ولو كان اللي طلبته منه ما أقدمه ولكن أنا دائما دائما أقول لهم هذا الطرف الخيط هو بيبدأ من مرحلة الروضة ومن المراحل الأولى هي الخمس سنين لحد الخمس سنين كتير صاح إنه أنا قيم مهارات الطفل بيحكي بيعرف يقول اسمه بيعرف إذا سألته قدي عمره مين أخوك الأكبر أنت قدر عيرف مفهوم كبير وصغير مين أطول أنا ولا بابا مثلا هاي التفاصيل قديشها بسيطة ولكن هي بتقدر تعطي تقييم بسيط للطفل ويعطيه شعور بالإنجاز إنه واو أنا فتت امتحان وأنجزت فيه ويكون سؤالي كتير بسيط ونفسه تقدر تقيم بشكل عام النضج اللي عنده للتعلم ولا مو أكيد ما بقيم قدني متعلم قبل ما يجل عندي ولا أنا وين دوري كمدرسة ولا كروضة لحتى إذا أنا بدي أخذه جاهز متعلم معناتا أنا شو بدي أقدم له ولكن أنا بأكد على موضوع يكون عنده نضج التعلم المناسب للمرحلة العمرية اللي هو عم بيمر فيها عمره أربع سنين مهاراته بتتوافق مع الأربع سنين أوكي معناتا ممكن يكون عنده نضج تعلم معين أنا بقدر أعطيه كل المهارات اللي هو بي عازتها تماما رندا اليوم هيك برأيك نحن اليوم قادرين نربط الذكاء أو المستوى التعليمي بموضوع الإبداع حيانا بتشوفي حدا ما كتير يعني أنه مستوى دراسته كتير يعني عالي بس هو مبتع عنده نواحي تانية يعني دائما يعني بعلم الاجتماع أو بعلم النفسي نحن لازم نربطه دول أسلين ببعض أو لا هلأ فيه شيء معروف أنه كلما كانت نسبة الذكاء مرتفعة فبتلاقي غالبا شما عمام غالبا بتكون اجتماعيا بيكون ما كتير بيكون كتير انتقائي بيكون حتى اجتماعيا منخفض شوي المهارة الاجتماعية عنده ولكن نحن دائما في عمنا نظرية بالذكاءات أنه ما في حدا شخص ماله زكي كل لاياتنا عمنا درجة مختلفة بنوع معين للذكاء مو ضروري أنا ابني يطلع دكتور ولكن ممكن كتير يطلع موسيقية تمام للأسف يعني هي ثقافة أكتر ما تكون يعني هذا مو اختبار على أي أساس أنا قيمته أنه هو لازم يطلع طبيب ولو كان أبوه أو جده من الأطباء ممكن يكون كتير شخص بارع بنشاط رياضي خصوصي نحن هلأ عم نشوف بحكم التطور اللي عايشينه وبحكم أغلب الأطفال هلأ بتعود على على موبايلات وعالتاب وعالشاشات اللي بتعطيها كتير حركة زايدة طبيعة الغذاء وطبيعة الجو عم بيكون أغلب الفئات اللي طالع الأطفال عم بيكون عندهم حركة زايدة أو انتباههم ضعيف ليه أنا بدي ركز عليه بيدي تعلم الشغلة اللي هو ما بيتقنها بروح تحطه بنشاط رياضي ممكن كتير يطلع بصباحة وياخد ميداليات مهمة ممكن كتير يطلع لعب مهم ممكن موسيقي ممكن يطلع بكتير مفاصل تانية مو ضروري تكون بالورقة والألم مع أنه هو الشيء ضروري ومع أنه هي لسلاح له بالمستقبل أنه يكون عنده شهادة أو يكون عنده شيء تعليمي وأكاديمي مناسب ولكن خليه يكون مناسب ما بالغ بشيء أكبر من إمكانيات الطفل هون بنرجع للي قلتيلي عليه موضوع الثقة بالنفس صار أنا عم بروح مثلا هو ما له ما بيحب الرسم أنا بدي روح ساجله كورس رسم لحنا طيب ليه أنا عم بيحب طول الأحباط هو طلب شيء تعني فأنا خليني أمل له ولو أنا كنت كأم أو كأب كتير شاطرة مثلا بالرسم أو من هواياتي مو بالضرورة أبدا ابنيك لعمل تماما هلا الفكرة كمان أنه نحنا لما بدنا نبني شخصية طفل فكمان هذا الشيء مرتبط كيف نحنا بنقدر ننظم له وقته كيف منقدر مو كل الوقت لعبه بنفس الوقت مو كل الوقت درس كل شيء الوقت وهذا الشيء لما بيتعود عليه الطفل رنده يمكن وهو صغير بيكبر معه فنحنا كيف منقدر نعلم هاي الخطوات للطفل إنه في شيء اسمه بحياتنا ننظم وقتنا كل شيء إلى وقت معين نحنا لازم نلتزم فيه في نقطة كتير مهمة هو الروتين العائلي اللي بيكون بالبيت لما بتكون الأم عندها روتين معين ماشي عليه طبعا نحنا كلنا بنعرف إن الروتين بيريح يعني لما بيكون في عندك وقت شغلك أنت هذا بتعرفيه دائما وأنت بترجعي على البيت شو النشاطات اللي بتعمليها سواء كانت مشتركة مع العائلة أو مع الرفقة لما بيكون هذا الموضوع مدروس بطريقة زريفة ومناسبة بدون قيود ولكن هو في شيء روتيني مستمر عليه هذا كتير بيريح الأهل وبيريح الطفل أنا بإلا للأم دائما عيري وقت للدراسة حسب قدرته الاستيعابية وانتباهه عنده نصف ساعة مثلا حدديله ياها بالنهار تكوني أنت مرتاحة وبنفس الوقت عندك شيء أنت تعملي مو دائما أنت معه لحتى ما يكون اتكالي وبنفس الوقت بتريحي حالك طول النهار أني من كلمة تقوم دروس هاي الهد طبعا ما بتطع لكل آياتنا منستخدمه فهو دائما بيصير بيتعود وبيأخذها بقى على مدى حياته أنه أنا عندي هالنصف ساعة إذا مو درس ممكن أعمل شيء في هيك قاعدة في رواق ممكن أعمل شيء أنا بيفيدني وتكون الأم عنده شيء طائعي نفس الشيء تعمله ما يكون هي يعني إشرافة عليه يكون غير مباشر لحتى يكون بيتمتع بشوي من الاستقلالية تمام هلأ مثل ما حكينا نحنا على أبواب شهادات الامتحان فرح كم مرة رحتي أنت رايحة وكأنني نسيت كل شيء أي دائما هي لايش هاي اللاحظة يعني أنه بس كنت كنت تنسي؟ لا لما نكون فوت على الامتحان ونبلش بالأسئلة طبعا كانت النصيحة بلشي سؤال سؤال أنا أتقري لأسئلة لا تقري لأسئلة لا تقري لأسئلة كلها بس لا ممكن هي حالة فيها نقول عند كل الطلاب ريشة بمختلف المراحل العمري أنه فعلا أنا نسيت كل شيء بس الحقيقة هي ما بيكون هيك لا فكرة أنه رايح سؤال سؤال أنا كان عندي أقول أوكي بس ما فيكي تمسك الورقبتك وربعض ياخ بعرفات ما بعرفات فتنا بالحالة دانية اليوم قدي دور الأهل منهم بهذه النقطة وقديهنهم بيأثروا تأثير مباشر وإلهم النسبة الأكبر بهذا الخلق على مستواك ابن عمك ما نو أحسن أنك جارتي ما نأبنا ما نو أحسن أنا دافع دم قلبي اليوم بالدرس الخصوصي وإلى آخره فتلاقي يعني إذا كان في شيء حابب اليوم يوصل لمستوى هذا الإحباط بينزله كمان فنتنتوني بشغلة لما كنت أنا روح بدي أقدم الامتحان فلما قرأ الأسئلة كلها فأتذكر كل شيء آريته بلحظة بعدين بنسى كل شيء خلاص بيتفعل التوتر عندي على الأخير وللحقيقة اللي ساعدني بهذا الموضوع أبدا مؤهلي المدرسين اللي بيكونوا أثناء العام الدراسي لما بيعلموكي أنه ما تقري كل الورقة فجأة ري سؤال سؤال خدي نفس عميق هاي التفاصيل هي صحيح وخصوصي هذا الجيل وخصوصي أنه أنا هلأ بدي أخذ نفس عميق هلأ وقت هذا الاسترخاء أو اليوغا وأنا بقلق قاعدة الامتحان فعلا هي كتير مفيدة لحتى رتب أفكاري لأنه متى ما ارتفع التوتر بلحظة معينة فعلا بصير لدماغ صفحة بيضة بيروح كل المعلومات اللي موجودة هون أنا بشوف الدور الأكبر اللي بيكونوا على احتكاك مباشر مع الطفل أو مع الشب والصبية حتى بالجامعة نحن كتير بتصدفنا أنه بتكوني دارسة كتير ولكن ما بتلاقي غرياده بها رفعتها على الأد فهون بيكون المسؤول عن عملية تعليمية خلال العام الدراسي هو بيكون شايف كذا نموذج من الطلاب بنفس الصف فهو قادر أكتر لأنه يعطي المفاتيح الأساسية لكل طالب عنده شو لازم يعمل لما بده يتعامل مع ورقة الامتحان الأهل هون بيكون دورهم أنه مثل ما ذكرنا مو الموضوع كارثي أنه والله دائما نحن في عنا مطبات بحياتنا في أحيانا نعمل إنجازات كتير عظيمة أحيانا لا بيكون في عنا ظروف ما بتخلينا نعمل اللي نحن بدنا يعقل هاي المرونة اللي إلى حدود كتير مناسبة بالتعامل من الأهل وطلابهم في نقطة كتير مهمة لازم يحافظ طالب الشهادة على نشاط رياضي ولو مر بالأسبوع نحن للأسف كأهل منحطه أبدا 24 ساعة لازم تعود تدرس هنلحق معهم يعني هنا بيكونوا مفاكرين أنه هذا أحسن شيء أنا عم بقدمه لها هذا المناهج ضخمة كمان تماما حاليا نكون واقعين مناهج ضخمة وبدأ دراسة ساعات وقته ساعات كتير طويلة من الوقت حتى يدرس يا دوب يلحق وللحقيقة ما لمجدية يعني أنا ما هذا عم بيكون اختبار للذاكرة مو اختبار للقيمة العلمية ولكن لما بيكون في اختبارات دورية لكمية مقسمة بطريقة مبسطة حيكون مريح لكل القائمين على هذا الموضوع سواء أهل ولا طلاب ولا حتى المشرفين اللي عم بيقدموا المادة العلمية أو اللي عم بيقدموا الأسئلة الامتحان أو حتى اللي عم بيصححوا حتى كمنتج لطالب بمجاله المهني المستقبلي ما منلاقي بعد ما يتخرج من الجامعة بتلاقيها الفجوة بين الحياة العملية وبين المادة النظرية اللي كان عم بيدرسها طول أربعة سنين أو خمس سنين هو فعلا في فجوة عم تكون كتير كبيرة لازم أو ياريت يعني خلينا نتداركها بشي عمل يكون مناسب أكتر رندن احنا عم نحكي شوي بصورة جميلة لكن إذا بدنا نطلع شوي بالواقع ما نشوف أحيانا أن هي الامتحان هي مشكلة حقيقية عند الطالب يعني ما نشوفه عن جد بيمرض أوقات ما عد يقدر ينام بالليل بيتوتر أوقات كل شي حافظه فعلا بينساه فهذا الطالب اللي بده هو يمكن طريقة معاملة خاصة تشجيع معين بده دعم الأهل للأسرة كامل كيف نقدر نتعامل معه شو هو الوقت اللي نحنا منهيقه للامتحان قبل ما نحنا ندخل بأول يوم ونكمل في الامتحان هلأ المتعرفة علي من المراحل الأولى بالمرحلة الإعدادية ببلش أنا بحضر ابني ولكن للأسف عم تكون بطريقة شوي غلط من السابع لك عم نشوفك بعد سنتين بالتاسع كيف حتقعد تدرس يلا روح خليك قعد عموبايلك هاي الكلمات أو هاي المفردات بتعطي توتر يعني ما له ظاهر بالخفى للطفل أنه أنا فعلا عندي فيه ممكن أن نحط بريسك معين بعد سنتين ما بالك بالبكالوريا اللي هي بدي يكون توجه مهني لبلش بمرحلة الرشد ومثل ما قلتي أنه نحنا ما نكون كتير عم نجمع للموضوع مرحلة الشهادة خصوصي التاسع هي بتترافق مع مرحلة مراهقة الطفل فإجباري ما رح تقدري أنت تضبطي لأ ما حيكون اهتماماته الأولى هي التحصيل العلمي لهيك بيكون في هاي المعاناة لهيك هو بيحس حاله أنه أنا ما لي قدران نركز بدرسي أنا ما لي قدران يكون عندي الإنجاز اللي أهلي بالدنيا فعلا أنا شخص مالي منيح فعلا أنا فهي أنا اللي بتكون سلبية كتير هي بتعطي هذا الريسك لهيك يفضل دائما يكون في نشاط رياضي ثابت مثل ما زكرنا يعطي شعور بالإنجاز أكيد إن شاء الله رندا معلومات كتير مهمة ودائما نحنا منقول الأهل يعني يروحوا بلا سياسة الترغيب وليس التهديد بالإضافة إنه المراقبين داخل قاعدة القصة لحالهم يعني كمان التعامل مع الطالي بالتهديدات اللي بتصير أو الترغيب اللي بيصير يعني إلون دور كتير كبير أثناء الامتحان شكراً رندا لتواجدك اليوم وصباحك حلو على طول يسعد صباحكم دائما شكراً لك رندا وأكيد نتمنى التوفيق والنجاح وتفوق لكل الطلاب في مختلف المراحل العمرية وخاصة للشهدتين إن كانت التاسع وحتى البكالوريا